التضييق على المساجد في مصر ما زال مستمرا للأسف فلماذا الإصرار على ذلك؟ كنت نتحدث فيما مضى أن ظروف كورونا والتباعد الاجتماعي والحفاظ على الناس والمصلين ولكن عندما نرى كل شيء مباح والأعداد متكدسة في الحفلات وفي غير الحفلات وفي كل شيء معدى المساجد إيه اللي بيحصل؟ لماذا الإصرار؟ ده اللي نحاول نفهمه النهاردة من فضيلة الشيخ عصام بس خلونا الأول نشوف إيه اللي حصل من مختار جمعة الخبر معنا هوات مشاهدين الكرام بيقول صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان بحد أقصى نصف ساعة ده محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ده عايزين معنا كمان صورة كده منشور لشخص بيحكي أنه منع عبر عن بوست يعني كده أنه منع من الصلاة أنه يصلي في كرفور تعالوا نشوف التفاصيل كده بتقول إيه؟ قال موقفين أمن في كرفور موقفين أمن في كرفور يمنع الناس تدخل تصلي في المسجد في الوقت اللي بين الصلاوات بحجة أنها تعليمات من وزير الأوقاف والمسموح بس والجماعة الأولى واللي عنده مشكلة يشتكي في خدمة العمل والغريب إن المحلات وقدت تعليمات إن اللي عايز يصلي يصلي في المسجد ما فيه الصلاة داخل أي مساحة فضية في المحلات لما حاولت أدخل المسجد وقفني الأمن قال لي ممنوع قلت له خلاص أصلي في الطرقة قال لي ممنوع برضو أستاذ قلت له ممنوع في المحلات وممنوع في المسجد وممنوع في الطرقة بدأت أن فعل فيه ناس كانوا جايين يصليهم كمان وتقال لهم نفس الكلام نفكر منه أننا نصلي في الطرقة قدام الكاميرات جماعة في ركن من الأركان عشان الإدارة تشوف والناس تشوف المكان المحترم اللي مانع الناس تصلي في المكان المخصص طيب يقدر الكرفون لو على الإجراءات الاحترازية فكل المحلات زحمة والفوت كورت فوق بعض والفوت كورت ده جماعة اللي هو المكان للناس اللي هو في المطاعم والناس بتطلع تاكل فيه والسينمات وصلاة الألعاب والطرفيه ما فيهاش مكان لرج والناس وقفة طوابير وش شاف وش بعض عند الكشير بالمئات ولو فيه زر تعقل غلق المساجد بين الصلاوات هيسبب زحم أشد في وقت الجماعة الأولى لكل صلاة فلا معرفش أنتوا بتفكروا ازاي هو الواحد ما بقاش عارف صراحة يلاقيها منين ولا منين بس يعني اللي بيحصل ده كتير ومحدش بيتكلم ما بيتشطرهش غير على مساجد ربنا الواسعة اللي ما بيتطبقش التباعد اللي اجتماعي لنا فيها قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقادي سورة المسجد وهم الناس الأسرة دي وقفة أمام باب المسجد وهو مقفول ومش عارفين يتمكنوا من أداء الصلاة طيب معنا خبر بقى مهم جدا وهو عتفتكرني ضد الخبر ده لا أنا معا جدا معا جدا والله العظيم وانتوا أكثر الناس عارفين تعالوا نشوف كده الخبر بيقول ليه أهو ستين ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة تمام يا رب الملعب يبقى فيه مئة ألف مئة وعشرين ألف صاد القاهرة بشين مئة وعشرين ألف المتفرج ويبقوا موجودين بس احنا برضو عايزين المساجد تبقى ممتلئة عن آخرها بس ببساطة شديدة طيب لماذا يتم الإصرار على التضييق على المساجد يا شيخ عصام برأيك حتى الآن رغم مراعاة تلك التدابير الصارمة في مواقف أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله على آله وصحبه ونله وبعد يعني بداية قبل الحديث هناك كلمة رثاء لا بد منها في الصديق العزيز الراحل الدكتور صلاح عبد الله شاعر المعروف ولا الناس ظن أن صلاح عبد الله شاعر عمية هو شاعر عمية وفصحة إنما هو تحول من الفصحة إلى العمية لأنها رأى أن المثقف يفهم هذه وتلك صحيح والعام لا يفهم إلا العمية فقط فأرد أن ينزل بشعره إلى الناس يعني والرجل عنده من القدرة اللغوية والبلغية الحديث طوال عمره بالفصحة يعني قبل صلاح الرحمن عرفته في إسطنبول حينما جاء إلى إسطنبول للعمل في قناة الشرق وكان بيقدم برنامج اسمه توت توت وأول ما رأيته طبعا أعرفه من سماع بسيط يعني كده من أصدقائنا اللي كانوا محيطين به وبدأت صداقة إلى أن لقي الله عز وجل والرجل يعني عنده شفافية فهو ما تصور الإنسان يعني في أنه يعني أشبه بالطفل في التعامل صحيح ليس العلة أنه هو فاقد البصر فأنا الله إياكم بل هو كان بيحول دايما يعني الفاقد البصر ده لنكتة دايما لطرفة وحتى حكالي مرة أنه يعني بدأ يستخدم زكاؤه جدا في التعامل ويستبدل أني ابن أخته له أخت كان قال له معلش وريني كده علمنا على الآتاري طف مرة هزم ابن أخته على الآتاري فراحل لها ده أخو كده بيستعبط علينا ده مفتح وعمل لنا في هعمى يعني زي ومشغل دماغه في أنه يسمع ربنا أرحمه فالسماع دائما وكان أحيانا عمره ما يعني يسمع صوت حد رجلا كان مرأة ملك ده تخينه الله رفايع وزنه كام أحيانا يقول لي لأ من دبة الجزمة رجلا وست أعرف الوزن ده الدبة بتدي أكل كيلو بالدك يعني شقا معين فدف خلال في حياته في العلم وكان أصلا أستاذ أديان ده ناس كثير ما تعافش المعلومة ده ناس كثير ما تعافش المعلومة دي كان متضلعا فيها وكثير ما كنت ألقيه ينقض مواقف لبعض الناس في النقاش في قضايا من الثوابت والناس عادية هو تظن أنه أكثر يمكن وقارب للقبول يرفض ويهاجم وزايا في المواريس في الحياة في سوابة الشرع والدين الحجاب وغيره لا كانت المساء اللي عنده واضحة جدا ويرفض النقاش يتألن البنت ليه تأخذ النص سبحان الله ما لقيتش حد بعد وفاة دكتور صلاح عبدالله ربنا رحمه يا رب مثلا قال عنه كلام وحش كل الناس بتحبه ما شاء الله هو شوف رام أنه هو لسانه جديد حتى مع خصومه أو مع أصحابه يعني أشعره بعض أصدقائنا لما يختلف اختلاف بسيط مع أحد وأشعر على طول هو كان حاضر السليقة بشكل غريب جدا في الشعر ما عرفش إزاي بيقوله وإزاي بيحفظه يعني هو بيقوله بعدين يرجع يحفظه في لحظتها سبحان الله مواهب يعني كان عنده إحساس بألام الناس ومشاكل الناس حد داخل لحظة حد داخل لحظة كبير جدا وعنده عزة نفس شديدة وعالية طبعا من المواقف اللي أثرت فيه كثيرا وفات أم وهو يعني بر مصر وكانت أمه هي دي اللي كانت بترعاه يعني فرحمه الله طبعا لم يكن متزوجا فدو طبعا لكن كان أهل الحتة عنه يحبوه فكنت تلاقي مثلا فاتح لك من على المسينجر اللي في كلمك واللي فاتحه مثلا حدي من جران من وعال الصغراء والله أصبط الكاميرا ويتكلم وآخر حاجة شارك معنا في كلاب هاوس برضو قال عدد من القصائد ولكن بعدها يعني تعب ومرض ويعني دخل في العلم مركزة وانتقل إلى رحمة الله أمس نصر الله سبحانه ويتغمده في واسع رحمته اللهم أمين نرجع لسؤال للمساجد نطلع من السيرة الطهرة للسيرة لسيرة الهباب بتاعت مختار جمعة من صلاة عبدال مختار جمعة يعني ما بين المشرق والمغرب يعني ما بين الطهر وغير الطهر أنا آسف يعني يعني طبعا أنا مستغرب بصراحة لو أن الإجراءات موحدة على جميع الأماكن العامة لتقبل الإنسان نعم لكن احنا لاحظنا في كرونا أكثر الأماكن التزاما وانضباطا بالمسافة الاجتماعية ومرعاة الأسباب الصحية كانت المساجد صحيح في كل دول العالم بالمناسبة المساجد في مصر في تركيا في أوروبا في غيره كانت المساجد الأحرص والابتعاد عما يؤذي نعم المسافات والبعد وحرم الناس رمضانين وغيره بعض صحيح من ترويح بشكل كامل وشوفنا الفيديو بعد ما فتحت المساجد الناس بتجري عليه أو بتهروا الناس بتجري فالشاهد طيب هو أنت أصعب من الحرم يا مختاري جمعة مش فاهم يعني السؤال بجد والله والله بجد أيوه على رأيك الحرم تفتح وكل الجنسيات بقى وتشال حتى اللزقات اللي على الأرض الناس يحتفروا أن الماكينات جاية تشيلها أنت بسعاد تكمين مش عاري الجوامع عندك في مصر يا مختاري جمعة إيه؟ أعزفهم يعني بجد طيب الكنيس مبتعملش أنت بتعمله ده فأنت شغال على أنهم إلا مع المسلمين في الجوامع بصراحة طبعا لا أتهم أحدا بالتكفير بس السؤال لصالح من اللي أنت بتعمله ده لصالح مراعاة الأسباب الصحية ساعتك وزارات الصحة خش من استشفياتها خش أماكنها العامة الأماكن العامة الدنيا بقت مش مفتوحة بشكل لكن على الأقل العالم كله بواجه عام كله بيدرس النهاردة إلزامية الكمامة ولا لا أه طبعا الكمامة هنا في تركيا بقول لك خلاص فيه اجتماعات قريبة عشان أنا بسأل سؤال ليه بيدرسوا الكلام ده ليه بيدرس لأنه خلاص أصبح هيبقى ده حاجة موسمية زي الانفلوك وخلصنا وشوفنا المتحول رجل كل الناس الناس بتعمل فيه زي أي دور برضو دور صدع وخلاص والناس محبقاش فيه دولة النهاردة عندها الساعة تغامر باقتصادها ومصالحها العامة بعد الأزمة الكارثة اللي هي في دول والسلسات وقفت وتقفلت طيب المساجد رقم واحد ده أنا شايفين المساجد بيتعمل فيها أولاك ده قررت وزارة الأوافة انت ايه دخلك بمصالح داخل مول مثلا انت ليه في رقمعاك الخطيب اللي يخطب اه إنما الصلة المصلة المفروض ديخيط مخصة مقدمة للزوج واسمه مصلة يا شيخ عصام يعني عشان أجيب الناس كلها وقت الصلة فعلا زي من راجل ألف البست الناس اللي في المولد خشت صلي كلها في الجماعة الأولى إزاي وهو مصلى أصلا لا يتسع إلا الأعداد كذا جماعة وربعة لا يصلح ولا يمكن أن يكون مش هيبقى صعب طيب ثم ساعتك حاطت صلاة الترويح نص ساعة طيب صلاة الترويح الكلام ده لما أقول يا جماعة مساجد الأوقاف معروفة في كل الدنيا في مساجد الناس بالتراضي مع الإمام فيه ناس عايزة تصلي بجزء وفيه ناس عايزة 22 وقعة فيه ناس عايزة 11 وقعة اه الناس الناس عايزة درس الناس مش عايزة فقه اللي بيحكمها فيه الناس عايزة من الترويح درس اه يا أخوانا ده رمضان موسم وكل المسلمين في العالم اللي نزلوا مصر يقول لك يا أخي ما نحسش برمضان الله في مصر أجواء مصر طبعا فأنا ماذا النهاردة أدخل مساجد اللي كانت ده أهم ما يميز الأجواء الرمضان رمضانين نعم بتعمل إنت في الناس بتحرمهم مش أدرس أستوعب بصراحة طبعا مش مستغرد مختار جمعة يعني واحد عقليته متربيه على التربية الأمنية يعني من باب العمال الأمنية مش من باب أنه يعني واحد غريج كلية أمنية ده تصرفه هو لا يبحث عن رضا الناس هو يبحث عن رضا المسلمين وذلك طبعا هو كان في ناس بتعشي ما تاخد منصب وذير الأوقاف مكانه فينسوا ده عمزة فاروق حسني كده ده تألق على نفسه ده عمزة فاروق حسني جاي مع مبارك ويقعد لحد ديناية مبارك يعني بكماشة لما تشارج في ناس كده بتيجي وتركب فلا تستغرب في مؤسسات موجودة هتلاقى أصحابها كده قاعدين ما حدش يروح وليجي عليهم خلاص يعني يستقارب بهذا الشكل طيب معلش يا شيخ يعني دلوقتي حالتك كلمتوا في نقطة مهمة اللي هي موسم الطعوة والعبادة جاي والناس هتقبل على المساجد احنا لما جينا كدولة واحنا انا انا شخصيا يعني مع ده كراجل بحب الرياضة عندينا مطش مهمة جدا مصر والسنغال فالراجل الوزير كلمت دولة أشرف صبح وقال لهم عايزين يدخلوا الجمهور الحاجة هنا لدخول الجمهور خليتهم يدخلوا ستين ألف طيب إيا أليس الناس في أمس الحاجة للإقبال على بيوت الله عز وجل في رمضان أول سؤال الأهاوة التي تفتح والبيوت والمراكز العامة خلاص هو أنت ما شفتش الفيديو بتاع مرتضى منصور في النادي الزمالك في الانتخابات غير الانتخابات وبعد الانتخابات بتاع المرش أيوه أيوه طبعا خلاص وكانوا حطين خاشة عرضه والناس قاعدة النوادي المراكز المقاهي الكافيهات هو البلد الشعبية الحاجات دي بتقول مناعة بس المسجد بيجيب كورونا وبعدين الكراس بيقى فين في الشارع جن ببعض آه يعني مرسوسة جن ببعض المسافة كام ده الشبر بزبون عند الأهواجي لا والحفلات يا شيخنا ده بتبقى في تلاصل ما لسه خليه سيبك الحفلات قديني إيه هنقوله الحفلة بتقعد خمس ست ساعات وبيجي مطر بيسلم مطر برضو أنا أقولك في الأفراح والحاجات دي أنا بكلم بس ها آه دي مقاهي أهاو مراكز الكراسي إيه لإني الشبر عند صاحب المكان ده بزبون بزبون يعني طلباته المقاعد طيب ده إيه ده بيقول مناعة يعني الناس لما تلاقي كنايس يوم الحد محاج بيسأله عن عدد آه أهاو يوم حاج بيسأله عن عدد أفراح محاج بيسأله عن عدد حفلات حفلات محاج بيسأله عن عدد أي حاجة محاج بيسأله عن عدد إلا المساجد إلا الجوامع حتى لقاءات وخطب الرئيس نفسها أنا عايز أعرفيها حتى لقاءات هو ده توجه الدولة ولا مختلف حتى خطبوا لقاءات رئيس الدولة آه النظام نفسه روز النظام نفسه اللي بتلاقي الدول حضرات دي كتير جد وهم رسميين وكراسي اللي كراسي عشان ده أصلا في غير الكورونا هي ترتيبتها كده طبعا خلاص طيب إيه اللي بيحصل خلاص النساء رجعت لها لهذا الأسدوب انتهت طيب نص ساعة حتى في التراويح عشان إيه أنا شا عارف أنا ما أجرين عجله يعني السؤال يعني أنا النهاردة سلم من اللي صارت العيش التراويح طيب هيصلي كم راكعة أنا أسرع أنا أسرع أنا أسرع شفتها في العالم هنا بس ما بيعودوش والله يعني والله بيعودو كتر من نص ساعة نص ساعة هيصلي خلاص معناك كم بمعدل قد إيه لو هيصلي 11 راكعة مثلا ماشي خمس زائد في مش في الراكعة في الراكعة أقالي من خمس زائد في الراكعة طب هيرا فيها قد إيه مش عارف والله هيركع ويسجد في قد إيه والتشاهد ده مش محسوب إسبرينتات بقى التشاهد ده التشاهد ده لوحده قادي قادي طيب بعدين يعمل إيه يقرى فيه إيه وعشان إيه ما خلاص ما نمنع يعني عشان إيه خلنا نصلي في بولتها ورحيتها بقى يعني يعني عمي لا بنقول اللي تعبان ما بيعود هي التروح ده فرض لا طبعا ماش فرض الناس رايحها بيكمل عن حب اللي عايزها يصليها واللي بيتعب بيعود واللي تعبان بيصلى على كرسي نعم خلاص خلصت هي دينا طور الانتخابات ولا تأييد ولا تفويض لحاكم ولا زعيم هتطلع فيه شروط دي لا طبعا إنما لا أدري لماذا دائما التضييق على أداء العبادة الدينية وعلى مواسم الطاعة للأسف وش وقت خلص في الاعتكاف بقى وشروط الاعتكاف هتشوف العجب هيبهرنا صحيح جزاكم الله خير ونشيخنا